أفادت مصادر محلية بصنعها عن أن ثلاثة جنود قتلوا ووصيب ثلاثة آخرون في هجوم نفذه مسلحون حوثيون على طقم عسكري جنوب العاصمة ووفقا لتلك المصادر فإن مسلحي الحوثي استولوا على الطقم بعد الهجوم عليه في منطقة قاع القيضي واحتجزوا أحد الجنود أشارت المصادر إلى أنه رفض تصليم الطقم ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من المواجهات العنيفة بين الجنود ومسلحي الحوثي بشملان شمال العاصمة